بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا الكرام الأعزة في فلسطيننا الحديب وفي بلدنا الطيب هذا وحيثما تتابعوننا حياكم الله وأخواتنا الكريمات كذلك حياكم الله سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أمتنا شعبنا أهلنا ناسنا في بلدنا وفي سائر أرجاء عالمنا العربي الآن المعركة فاصلة يا أيها الناس والموقف نكون أو لا نكون هذا عدو مجرم تدعمه كل قوى الكفر ينبغي أن نقف صفا واحدا يعني بعض الفتاوى الممزقة هل لا اجتمعنا على القواسم كما أعيد وأكرر وتجنبنا القواصم والتي تقطع الأرحام والعلاقات بيننا عندنا مليون مشترك لا نجعل عاملا غير مشترك يمزق صفنا ووحدتنا وشملنا يا ناس أين العقلاء الآن ليس وقت التراشق بالأحكام شمال ويمين ورد ورد على الرد الآن وقت جمع الكلمة ووحدة الصف نلقى أعداءنا كالبنيان المرصوص مش نلقاهم بصف منقوص وحدة وجمعا ولما شمل يا أيها الناس خلقت هذه العقول لتفكر أكرمنا الله بأعظم منهج لنلتزم ولا تنازعوا فتفشلوا لأي سبب ولا تنازعوا مطلق لأي سبب هتقول لي حرصا على الدين على راس كلامك هل لا نظرت إلى معنى الوحدة وأنه الأولوي رقم واحد بدل من من التراشق بهذه الجزئيات على كل حال أحببت أن أبدأ بهذه النفثة لأن الموقف خطير جد خطير هل لا انتبهنا هل لا وعينا هل لا ركزنا النظر ووقفنا صفا كالبنيان المرصوص أقصان في خطر يا ناس هذا عدو مجرم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ولا في أقصاكم ولا في أرضكم ولا مقدساتكم والأمة في حال من الوهن تقتضين أن نقف حائلا دون هؤلاء ومخططاتهم الوعي الوعي حسن الفهم حسن الفهم برنامج نحافل يعني لو الوقت التسع من دي أربع ساعات والله لكن لو كان صاحبك فالناس لها ضاقة احتمال على رأسي في ظلال آية بها نستفتح الحديث كانت تلك نفثة مصدور الآن كلام العليم الخبير سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم نقف سريعا جدا عند هذه الآية الكريمة أقول الله سبحانه لا يحتاج نصرا من أحد لكن هذا كناية عن نصر دعوته ونصر دينه ونصر أمة هذا الدين ونصر خاتم النبيين وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم وسلم مولانا تسليما كثيرا ومحاربة أعداء هذا النبي وهذا الدين وإحياء تعاليم هذا الدين وتعاليم هذا النبي ونشر دعوة هذا النبي في العالمين والاحتكام إلى شرع الإله العظيم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في الأموال والأنفس والسياسة والعلاقات الدولية إلى آخره وفي المقابل إن نصر تموه يكون جزاؤه لكم نصرا بنصركم وشتان بين نصر الله مش محتاج إلى نصر نحن محتاجون إلى نصره سبحانه وليس محتاجا وينصر دينه دوننا بنا وبغيرنا لكن نحن المحاويج إليه وليس هو ولا دينه بحاجة إلينا إذن إن تنصره ينصركم سبحانه ويخذ العدوكم وهذا نصر لكم طبعا ويجعل لكم الكلمة الظاهرة والتفوق والغلبة وإن كنتم وإن كنتم دون عدوكم في العدد والعدة إن تنصر الله ينصركم والنداء للذين آمنوا البرنامج حافل جدا وإلا كنت أريد أن أقف أطول من هذا ما الآية لك مجرد إضاءة على العقل والقلب لنستحضر هذه الآية ننصر مسر الرسول عليه أسكى الصلوات نصرنا الله ننصر مسجده الأقصى نصرنا الله ننصر دينه وشريعته نصرنا الله توحدنا على كلمته نصرنا الله حاربنا هذا العدو المجرم الذي يحارب ديننا نصرنا الله صور النصر لا تنتهي فكر بطلع مآك أفضل مما قلت من الصور وأكثر مما قلت رسالة الأسرى فرج الله عنهم الإخوة الكرام الأسرى الأخوات الكريمات الأسيرات الإخوة والأخوات أهل الأسرى والأسيرات سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله والبركات نسأل الله لنا ولكم تفريج الكربات يا كاشف الغمات يا رب السماوات آمين وبعد أقول لكل أمة طلائع ولكل جيش طلائع ولكل شعب مجاهد لنيل استقلاله وانتزاع حريته من بين براث المحتلين المغتصبين لكل شعب هذا حاله طلائع وأنتم بكل الأبعاد والمعاني والاعتبارات طلائع أنتم طلائع لوطن محتل يصارع عدوا غاشما مدعوما بقوة غاشمة ومن بعد الوطن أنتم طلائع أمة العراب يعني وطننا يحرك الأمة أنتم بعد محرك هذا الوطن أنتم طلائع الأمة ومحرك هذه الأمة وإن شاء الله محفزها على نهضة لا تبقي من هؤلاء المجرمين الأعداء ولا تذر إن شاء الله أنتم طلائع أمة العرب وأمة الإسلام بل أنتم نموذج وطلائع لكل شعب مكافح لنيل استقلاله الحقيقي للموهوم للموهوم المزعوم المنقوص والمنكوس نحن كنا دول مستقلة يا سيدي لكن في الواقع والملموس نوضعنا منحوس ومنكوس وهو الأمور مش عادل خالص فاعلموا أن كل هذه الشعوب تتطلع إلى النموذج الذي تقدمه فلسطين وإليكم بالذات وبالتحديد على اعتبار أنكم طليعة هذا الشعب المكافح ويقتدي بكم كل شعب مكافح على سعة الوطن العربي والإسلامي بل المجتمع الإنساني كل شعب يسعى لتحروره يتطلع إلى شعب فلسطين ومن كان كذلك هانت عليه كل الصعاب وكل التضحيات وتمثل قول القائل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام والسلام عليكم ورحمة الله والبركات كلمة إلى الأخوات أمهات الشهداء وأمهات الأسراء وأخوات الأسراء وزوجات الأسراء وأبناء وبنات الأسراء ونخص أم الشهيدين الزبيدي وعشرة أبناء أسراء الله أكبر ما هذا الشعب الذي ابتلين به لكن لولا أنكم على قدر الحمي ما حم لكم مولانا هذا تدعو أم الشهيدين والعشرة أسراء تدعو لهم بالنصر والتثبيت ولا كانوا عندها شيء طبعا قلب الأم قلب الأم لكن تتجلد بالله وبالإيمان بالله وتتعزى بثوابهم عند الله الله يتقبل شهادتهم الله ينصركم شيء عظيم شيء عظيم كان الله في عون كل هؤلاء وكل الشعب الفلسطيني لماذا الأقصى عقيدة موضوع طلب مننا أن نتكلم فيه وحنتكلم فيه يعني بدل ما كنا نتكلم فيه مكان آخر نتكلم في هذه الحلقة بهذا الموضوع وقلت يعني مش حنضيع الفرصة قد يبدو العنوان مغاليا أو مبالغا فيه عقيدة طب اسمع الجواب وهو في الواقع والحقيقة ليس مبالغا فيه ولا مغاليا من قاله بل هو الحق عينه وإليك الإثبات إثبات ما نقول بالدليل إن شاء الله إليك الدليل كلمنا الله عن الأقصى وما كان تم أقصى وإنما مكانه مكان المسجد الأقصى بل كان مهملا ولكن الله خبرنا أنه هنا سيقوم وسيكون المسجد الأقصى وسجله قرآنا قبل أن يكون وآمنا نحن المؤمنين بأنه سيكون قبل أن يكون إذن كان عندنا عقيدة قبل أن يكون بنيانا وكيانا فهو منذ البدء إيمان بالغيب واعتقاد أن سيكون وقد كان وظل اعتقادا إلى أن قام فصار واقعا ماثلا للعيان شاخصا بأركان تقام فيه الصلوات ثم في مراحل ضعفنا أضعنا وظل اعتقادا يحفز أصحابه إلى أن قيض الله له من حرره من كل أوضار الشرك الرسول الذي حرره صلى الله عليه وسلم بزيارته وإمامة الأنبياء فيه ثم بارتباطه بنبينا إمام الأنبياء إلى أن حرره ماديا وكليا الفاروق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ثم عدنا إلى الوهن والضعف مع مرور السنين والقرون فأضعناه مرة وعدة مرار ثم بقوة الاعتقاد والإيمان وقداسة المكان وقيادات تعظم شأن الأقصى كان يستعاد مرة بعد مرة ودائما كان المهماز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا الربط العظيم الوثيق هذا الربط واللي كان يحرك القادة الصالحين لانتزاعه من براث المشركين والمجرمين والمعتدين والصهايين والمستعمرين قل ما شئت ومن أهمها أنه بعد عربدة الصليبيين ومجازرهم قيض الله نور الدين وصلاح الدين شفت يا أبوي الدين بيعمل نور الدين اسم على مسمى وصلاح الدين اسم على مسمى فقام تحركهم العقيدة ومعهم جنودهم المؤمنون والعلماء الربانيون يحركون في الجيش عزمات وهمم وإرادات والتطلع وشوقاه إلى الجنة يا السلام الجنة ورب أحد أشم رائحة الجنة من دون أحد وكذلك أهل الأقصى هبت ريح الجنة يا شباب يا السلام شفت الإيمان بيعمل إيه يا أمة العربان قال بدنا شو عملانيين مش عملانيين علمانيين لا مش علمانيين علمانيين من عالم عالمانيين نحن نؤمن بالعالم نحن نؤمن البطيخ حجي كل تحجج عشان يشيبوا الدين حتى نظل مهزومين نقطة لواش نطول الكلام إذن الله قيض حملة العقيدة والإيمان مثل نور الدين وصلاح الدين مثل ما قلنا وجنودهم على نهجهم والعلماء الربانيون يحركون الهيمام والعزائم فتم تحريره ممن دنسوه بل كانوا اللي دنسوه يزعمون التعبد بتدنيس المسجد الأغصى التدنيس عبادة يخرب بيتكم البعيدين تدنيس بيت من بيوت الله مش ضروركم فاهمين كل هذه العظمة فهمنا هذا بيت من بيوت الله يعني قلت لكم كانوا يجلبون القادورات من أسطنبول يا الله يتعبدون بنقد القادورات لأن العقول قدرة والنفوس كذلك قام هؤلاء العظيمان القائدان الفدان الممتلئان بالإيمان قام بتحريره من الشرك وعبدة الأوثان إذن لماذا الأغصى عقيدة كان الضياع الأخير وتعرضه للاعتداء كان على زمننا الواهن هذا فكان أن فقدناه منذ خمسة وخمسين سنة مش أدرين نرجعه خمسة وخمسين سنة مش كفاء يا أمة العربان قال لي لا والله ما زلنا منكوسين طب انهضوا قالوا إحنا عارفين ننهض يا شيخ طب ليش متنهضون ما الطريق واضح يا حياوي والله واضح أنتم مش عاوزين تمشوا على الطريق كلكم كل أمة العربان قول يا باسط ولولا أنه تاريخه وماضيه وواقعه ومستقبله عقيدة لن دثر كالراع وضاع كما ضاعت مننا الأندلس لكن سيظل الأقصى مهمازا يهمز العزائم والهمم والروح والمعنويات ويعبئ ويعبئ إلى أن يفيض النهر ويكشط كل الزبد يكب في البحر إن شاء الله وإيماننا بأنه كان منتهى رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلاء فكان فيما نعتقد بحق بوابة السماء فمنه المنطلق إلى السماوات وكررنا مراراً وتكراراً أن الرحلة كان يمكن أن تكون من المسجد الحرام إلى السماوات العلاء يعني إنا نسطب وانشط على ريوم من الأرض إلى السماوات العلاء إلا مولانا الحكيم لأمر حكيم جعل الرسول العظيم ينزل في المسجد الأقصى ويأم إخوانه الأنبياء من آدم إلى إيسى جمع كريم حاشد حافل عظيم خيرة الخلائق يأمهم سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يعطي الأقصى شحن من التقديس لا يمكن أن تفوت أو تعوض لو كنا نعقل لو كنا نعقل آهن آهن إذن ليه عدم يعني الرحلة مرة واحدة والتوقف الأقصى ليزداد الأقصى شرفاً على شرف بربطه بأخيه المسجد الحرام والتوأمة بين المسجدين وليزداد الأقصى بهاء على بهاء وقدراً على قدر وشرفاً على شرف فكان أن سعد برسول الله عليه الصلوات وجمع الأنبياء ثم كان منتهى رحلة المعراج إلى السماء فكانت رحلة الإياب كل هذا اعتقاد ما شفنهوش لذن الأقصى بالنسبة اعتقاد جمع الأنبياء اعتقاد ما شفناش صلى بهم إماماً اعتقاد ومنه إلى السماوات اعتقاد إذن من رحلة الإياب من السماوات إلى المسجد الأقصى مرة ثانية ومن الأقصى إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام كما بدأت الرحلة ربطاً بين المسجدين تنتهي أيضاً ربطاً بين المسجدين لماذا الأقصى عقيدة تأمل أحد جوانب العظمة في موضوع الصراع مع بني إسرائيل حول الأقصى أنه أعطاناً نتيجة قبل أكثر من 1450 سنة إذ قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا نحن نتبر ما علاو تتبيرا ندمر ما صنعوا تدميرا نحن المؤمنين فهمتوا لشي الحرب على الإيمان والمؤمنين في العالم العرب والإسلام بكله فاهمين قبل ما أشوفك شكراً ماذا ما أريد يسعدني وليس معنى هذا أن دخول المسجد سيتم بخوارق لا هذا تفسير وتفكير مردود وإنما بإعداد وتدريب وتسلح وأخذ بالسنن والنوميس الكونية وأعدوه اللي وعدنا بأن سندخل المسجد هو اللي قال وأعدو سبحانه وتسلح فكري تقافي نفسي ومعنوي وحضاري وإيماني ووحدة صف وحش الطاقات وتعبئة وإعلام وتدريب على أعلى مستوى وخطة وتسخير طاقات وإمكانات وتقنية عالية بمستوى العصر ما أمكن ضمن قاعدة وأعدو لهم ما استطعتم من قوة وعن البعد النفسي والمعنوي حدث ولا حرج قال مولانا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واجعلها مولانا ختام سورة آل عمران سورة غزوة أحد التي أصابنا فيها ما أصابنا وعلى البعد العالمي لابد أن يكون لنا وزن وثقا وصوت وموقف وكلمة ورأي ناضج وواضح إحنا مغمغمين مكمكمين مطمطمين مش عارف مضعنا المزل إلى متى هذا لا وزن لنا سورة مش شايفانا قلنا له أمو نحن من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري العاثري الثائري العاثري لم يشي العاثري قالوا ما أنا مش شايفكم أصلا أبنستاهل والحق على مين يا جماعة الحق على مين الحق على الشعوب طبعا ده سؤالي أخ لم لا يكون لنا كلمة محترمة إسرائيل تفرض ما تريد على العالم بكرة سيقول لك لا تحقيق في موضوع مقتل شيرين خسرنا شيرين وكسبنا فلسطين حقيقة إخوانا بالله الآن أن نتحد على معنى وعلى قضية منظر المتمزقين يجوز لا يجوز حرام مش حرام تستخف تفضل تفضل كيف يفكر تفضل يا حبيبي هات نلتقي على القواصم منجنب ما أمكن القواصم لا تفكر لك فكروا منذكر قبل ما نشوف يا سيدي إسرائيل كما فرضت كلمتها على العالم فصار لها وزن واعتبار لما لا يكون لنا وزن واعتبار نقول أيضا ولأمر حكيم حتى في الرسم القرآني رسمت كلمة الأقصى بألف واقفة شامخة لا بألف زاحفة كناية وإشارة إلى أن الأقصى سيظل واقفا إن شاء الله ومسجد المسرى سيظل شامخا بإذن الله وإرادته ثم بإرادة أمة مصممة على الفداء والتضحية لحراسة مسرى سيد المرسلين وثالث مسجد بعد الحرمين ولأمر حكيم أن سورة الإسراء ذكرت بني إسرائيل في أول السورة وفي آخر السورة ليحدد لنا العدو وأنهم الخطر الذي يهدد المسرى ولأمر حكيم أن سورة الكريمة المتحدثة عن الأقصى ذكرت القرآن 11 مرات وهذا أكثر ما ذكر في سورة من السور وكذا ذكر الإنسان بأعلى معدل في سورة من السور فورد سبع مرات وتعليلي لذلك أن القرآن هو المنهج الذي إن اتبعناه حزنا النصر وفزنا بالغلبة والتفوق وأن الإنسان إذا ربيناه على القرآن ومعانيه وعقائده والجهاد الذي حضنا عليه القرآن كان لنا الفوز والغلبة وختمت السورة بالتكبير وكبره تكبيرا وذلك شعار المجاهدين الله أكبر كلمة تزلزل هذا العدو الجبان فهذا كان دائما شعار المعارك وشعار الجهاد والمجاهدين وهي الكلمة التي تقذف الرعب لذلك من الصهاينة مربين كلاب من هتف الله أكبر تمزقه تمزق طيابه لأنه ترعبهم هذه الكلمة وطن الأقصى تقذف الرعب في قلوب أعداء الأقصى وطن الأقصى فلسطين والأرض المقدسة وأعداؤها المستعمرون وأشباههم وعملاؤهم وبنو إسرائيل ونقول بعد إن أصحاب العقيدة هم وهم قد علموا أن الأقصى وقدسيته شرف دقيقة زيادة ومنزلته والإسرائيل والمعراج منه وإمامة الأنبياء فيه وكل هذه من مسائل الغيب والاعتقاد فإنه يترتب على هذا كل أن نحمي هذا المسجد العظيم الذي جعله الله قبلتنا الأولى معظم فترة العهد المكي وشيء غير قليل من الأهد المدني ليزيده المولى سبحانه شرفا على شرف أما وقد ترسخ كل هذا في الوجدان المسلم والعقل المسلم والقلب والروح المسلمة فإن لهذا كله مترتبات ومنها الدفاع عنه باستماتة فهو ليس مجرد مسجد وقد حف بكل هذه التكريمات والتشريف والفضل والقدر والرتبة والمنزلة وينبغي أن تكون القاعدة العقدية منطلقا قويا تجعل الأمة تستميت وتبدل في هذا السبيل خيرة أبنائها في سبيل تحريره وأن لا يظل في ظل التهديد والتهويد وأمته واحد وسبعة من العشر مليار ما قدر نجم أصحاب السعار هؤلاء ش دعوة أخف وزننا إلى هذا الحد ذون أجبا من في الوجود لا إله إلا الله وإذا كان حجر أخذ من البيت العتيق أشعل حربا وحرك الأمة لاسترجاعه فاسترجعته وعاد مكانه مكانه ذلكم هو الحجر الأسود والمسجد هذا شقيق المسجد الحرام فينبغي أن تتحرك الأمة كلها لاستخلاصه مش لتاستخلاص حجر نستخلص المسجد كله من براثن هؤلاء المتوحشين في الوصلة الثانية سنعرف بهذا الكتاب الوصايا العشر للحركة الصهيونية أنيس صائغ كتاب قرأته في جلسة واحدة 158 صفحة كتاب مهم دراسة متينة ينبغي أن يطلع عليه في نظري الوصايا العشر للحركة الصهيونية جميل وراء عقل المرتب الخلاص سنعرف به في الوصلة الثانية إن شاء الله كونوا معنا وراء العشر موسيقى اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات حياكم الله مرحبا منكم في الوصف الثاني من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا العزيز الكريم المقتدر أن يملأ قلوبنا قوة وعزيمة ويقينا ورسوخا وإيمانا وأخوة وثباتا يا رب العالمين املأنا بالعزم وانزع منا كل ضعف يا رب وكل تشتيت وتفريق وتمزيق اجعلنا صفا واحدا على طريق تحرير مسرى رسول الله الذي حرره من الصليبين الفاروق الفاروق الذي جاءنا بعد الصديق رضي الله عنهم أجمعين تلك أمة صنعت المجد بدنا نتكلم عن كتاب قلت لكم عنه الوصايا العشر لحركة الصين هذا هو مرة ثانية والكاتب أني الصايغ معروف هو كتب سبع مقالات في جريدة السفير اللبنانية ثم رأى أو خطر له أن يجمع المقالات في كتاب وأحسن صنعا يعني الجريدة راحت لكن الكتاب يظل على مدى الأيام مهم ولوخصه لك كتبت حتى الملخصات إن شاء الله تكون أوضح أقول يعني هذا الكتاب المهم نشرته دار الإسراء للدراسات وتوزيع دار الندى بيروت 1998-1419 يعني 24 سنة حواليها الوصية العاشرة أن يهودية قومية وليست مجرد ديانة ألخص الكلام ثانيا تهجير يهود العالم إلى فلسطين ثالثا الارتباط الدائم بقوة عظمى رابعا التوسعية خامسا اقتلاع عرب فلسطين سادسا النزع العسكرية سابعا دولة الإرهاب لابد من أن نرهب من الآن اللي في نظر العالم كله ونظر العالم العربي والإسلامي من والإرهاب المسلمين خيبة عن هيك عقليات تعبانة عمره ما صهيوني قال عن آخر إرهابي وهم الإرهاب يا ناس متى نعقل والله ما نعرف الثمانية بناء المجتمع اليهودي في فلسطين تسعة إسرائيل دولة يهود العالم عشرة الأهداف الثابتة والوسائل المتحركة أقول في البند رقم واحد إن هو يطوي العمر اليهودية قومية وليست مجرد ديانة قومية شوف القرن تسعة عشر قرن تفجر القوميات في هذا الجو ولدت المبادئ الصهيونية يعني في جو كله القوميات قامت من من قبورها ونهضت إلى آخره كانت بواكير الدعوات الصهيونية لتحسين وضع اليهود وحسهم السياسي فكانت فكرة اليهودية الهيديانة هي في ذات الوقت قومية ما قوميتك يهودي ما دينك اليهودية يعني صار لها وجهين يعني كأن يقول المسلم ولا تشبيه طبعا يعني الإسلام بالنسبة لي عقيدة ووطن إن حيثما كان الإسلام فهو وطني يعني الخلاصة مقولة اليهود أمة مميزة وممتازة والشتات مرفوض إذن من هنا يعني اليهود أمة مميزة عن كل العالم ولا تشبيه طبعا ربنا اللي قال كنتم خير أمة عنها قال فضلناهم على العالمين ماضي مش ممتد هم الآن مفروضين بالتآمر والخيانات فوجب إنشاء وطن قومي لم يحددوا مكانا له في البداية ما بين الأرجنتين وما بين قبرص وما بين يعني مطروح كان عليهم بدائرهم قالوا احنا عاوزين موطئ قدم كيف يبدأوا بالتسلل احنا ما طلبنا بسيط قد كده موطئ خدم بس نقعد زي الخدم موطئ قدم يسلم المهم واستعانوا على ذلك ببريطانيا فكان الانتداب مضلة الهجرة بظلة زي بعضون يعني ذلك طانيا أنا بدي أنتدب على فلسطين ندابات تندب عليكم إن شاء الله شوف بقررهم واحنا بنتلقى الضربات كأننا أموات مناش وجود منو جعلنا بهذا الوزن يا قيادات منو انتم يومكم خفيف لا نحن جند الصديق وجند الفاروق فتحنا العالم بلعنا حضارتين لا لقينا مثل تلك القيادات والله بلعنا الحضارة الغربية والحضارة الشرقية لكن لكن أخيرا قال يعني عمدون أحيان والله أرجنتين كويسة لا أقول لك ولا مش عارف وين ولا كندا ولا مش بطالة ولا أقول لك أخيرا فلسطين هما مناشنين عليها من أول باعتبارها أرض المعاد المعاد مين الرب وعدنا يا شيخ وليش انطلتوا منها مدام الرب وعدكم في حد غلب يرادت الرب يعني ولا بيأكلوا في عقول الناس حلاوة مين طلعكم منها مدام الرب وعدكم إياها ها منو خسة طباعكم لؤمكم فضاعتكم في التعامل مع عباد الله بل مع إله الكون نفس سبحانه إحنا اللي اخترنا الله مش اللي الله اخترنا إحنا اللي مختار يعني من نعبده ومن نعبده إحنا اللي مختار إذا إحنا اللي يا الله شعب بلا ذوق بلا دين بلا خلق بلا أدب لا تغلط يا حلا يعني بدمروا فينا وإحنا منا نتكلمش شي عجيب شي عجيب لأن اختيار فلسطين لأنه أقرب إلى المخيال والخيال الصهيوني والتراث الصهيوني وبيقولوا ومن يسيطر عليها يسيطر على شريان المواصلات الرئيسي بين الإمبراطوريات نواصل هرجل لم يكن يسعى لمأوى كان يريد دولهم فقالوا احنا بدنا مأوى نقوي إليه ولهم غارة ولو يعني بيت متواضع نصم هدم يعني بس يحبنا الحظ مع أنه حط وعينه بس يعني يتسللون مثل مثل كوليرا الكورونا كالفيروسات بتسلل وتسلل إذن لزقوا بيها لزقوا بيها على طول وحنا سقطنا سقطنا الدولة العثمانية ولزقنا بذنبة بريطانيا قلنا بريطانيا حطينا تحت ذنبتك وحنا خلاص وكان الانتداب وفيا للصهاينة بالفور هو رمز التحالف الشيطاني بين بريطانيا والصهيونية وبينما كان اليهود طالبون بمأوى فإن بريطانيا أعطتهم دولة من خلال الأمة المنتحرة المتحدة يا شيخ يا سيدي أربعة توسعية الصهيونية حركة استيطانية توسعية كيف يتفش المرض الجلدي نساء الله سلام كيف يتفش السرطان في الجسم هم كذلك الحدود عندهم بعد إمكاني لا مكاني إذن ما حدودكم يا أسفل قال لي حدودنا والله يعني خليها مستورة يعني أعطينا فكرة قال له أمو حدودنا في حدود إمكاناتنا بدنا مكان نسيطر عليه تكنترول فحدودنا استطعنا من هون إلى المحيط والخليج هذه حدودنا إمكاناتنا لا حدودنا مكانية لا إذن حدود الإمكان ولا حدود المكان وذلك ما في خارطة لإسرائيل تحدد يعني ولا في دستورهم حدودنا حدودنا البحر الميت البحر المشميت لا 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 نحددوش عشان نظل مثل جلد الغزال هم قالوا كلما سمن اتسع جلده أها يا نايم اصحى يا نايم واحد الدايم قم تسحر نشطي مسحراتي أغير الزمن يلا قرار التقسيم أقل من سبعة في المية من فلسطين وبعد الحروب العبثية ثمانية وأربعين ستة وخمسين سبعة وستين ثلاثة وسبعين كل حروب مصطنعة وهزائم هزائم هزائم طب انتصروا مرة ولك يا أخي قال لا بدنا شنا انتصر التواضع مطلوب التواضع شيء والوضاع شيء آخر أن الأوطان ضاع الوطن مش من التواضع من الوضاع أولي أباسط وبعدين قال لك أنا عندي حدود سياسية يعني قدام العالم بقول أنا حدود دي البحر لا بيضو أنا متواضع والنهر يعني نهر بس إذن هذه حدود سياسية قدام العالم في حدود أمنية بقول له مصر بدي من سينة عشرين كيلو احتياطا عشان المخربين بتاعينكم ما يتسربوش لا عندي أنا بدي أحمي أوطاني فبدي من مثلا مثلا يعني حدود أمنية بيسموها بعدين عندي حدود دولية والحقيقة أن هم حدودهم أوبن مفتوحة حيثما امتدت قوتهم يمتدون وإسرائيل الكبرى وإسرائيل العظمى في إسرائيل كبرى يعني الآن حققوها الكبرى العظمى من الفرات إلى النيل ولن يتوقفوا عموها مخططهم أكبر مما تظنون وأخطر مما تظنون خليكم في العشق هلا هلا خبيبي وده استثمر عندكم مريالين مريالين مليارين يا شيخ يا سيدي أبو ريالين وقال الكاتب عرب السنوات الأخيرة من القرن السنوات الأخيرة من القرن اللي مات اللي هو كتب في كتابه هم من بنوا إسرائيل العظمى ها 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 هو اللي قال مش هني اه خمسة اقتلاء عرب فلسطين هالوصائل الخمسة اخلاء المكان اعترف اليهود بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية شوف شوف تعبيرات المقيمة في فلسطين تأمل العوارة الجماعات يعني تروبس ترايفس غير اليهودية يا سلام ننجوش يعني أهل فلسطين أهل البلد صاروا غير اليهود the others آخرين ها بنستاهل 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 لوصلونا لهذا الوضع بنستاهل منذ نشوء الحركة الصهيونية دعت الاخلاء فلسطين من سكانها في نظر هيرجل كلمة يعني العرب دوش يسمعها بنظر هيرجل مهمة العرب في فلسطين ثنتين أولا الاعتالة بدل البغان والحمير سامحونا هذا كلام هيرجل نقله الكاتب ثنين حفر الأراضي التي تكثر فيها الأفاعي والبعوض فمن لممت بالسم مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد مات بالملاريا أو فقر الدم اقترحوا العراق لتهجير أهل فلسطين وين نوديهم إذا كبناهم برا وين نوديهم نرميهم في البحر قال لا نحن أرحم منيك لا لا يا زلامين بعملوا علينا ضج الناس طب وين نوديهم أقول بلازة العرب واسعة أقول لك أحسن شيء بدهم على العراق إن هم بيقترحوا يشيلوا أهل فلسطين هم جونا من من كندا من أمريكا من 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 القلايا جونا وصارت لهم الأرض بفكروا أهل الأرض نرميهم وين فكر معايا نرميهم وين والله أنا شيء في العراق طبعا اقترح منهم قسم الأرجنتين قسم اقتراح إن شتتهم يعني أصحاب الكفاءة تروحوا على أمريكا روحوا ننقلعوا يخلصوا من وجوهنا ثم المذابح مثل ديار ياسين مئة مذبحة بعد ديار ياسين الشعب الجنتي يا من عشقتم إسرائيل وطبعته وسلام خبيبي هلا هلا وين أوقع يا حبيب وين أوقع الله يبسطك يا أمو وضحك سنك ما شاء الله أنت في جنازة أنت في عزة في مجال الضحك يا حبي تعيني عروبي يا مليان عروبة لقهرتون لقموتونا موتوا بغيظكم يا سيدي ثم سنوا قانون العودة ها لمين اللي لا تفرحيش العودة أن اليهود اللي جاي من القلايا من كندا من الأرجنتين من أوروبا من فرنسا من بريطانيا اسمه عائد إلى وطني متى كان فيه عمره ما كان ولا جده ولا جد جدي اللي جابوه قال هذا عائد إلى وطنه واللي كان في البلد من خمس تلاف سنة ما له هذا مزيقرو من ليبي شو يعني لاجئ لاجئ هناك طردان الطرد النوعي والطرد الكمي يعني أحيانا المحركين للجماهير بطردون انقرع لأنه هذا دينمو الطرد الكمي قرية بأكملها دار ياسين مذبحة كل قرى رام الله والقدس هجوا ما فيش توعية وبعدين مجرمين ميت مذبحة وخافوا على الأعراض يا الله هذا العدو الجنت اللي بيحبوه العراب بيعشقوه عشق بنتوه نتنياه وبرز بريز لمحترم بريز يا السلام حمامة خليكم في جهلكم يا شيخ بعد الطرد تزال الآثار وتمحى القرى من الخرائط كأن لم تكن وإذا كسموا كل شيء اسم جديد ما خلوا شيء على مسمى ولا اسمه وقال الكاتب عن أوسلو أن يظل اليهود محتفظا من شروط أوسلو بحقه في إخراج الفلسطينيين يا من وقعوا في أوسلو وهي وقامت لنا دولة يا عيني يا عيني قامت لنا دولة بالله غني غني اطرب اطرب سمموك في آخر المطاف يا أخ عرفات ولا حد فتحت أمه هم عارفين من سممك والله متوقعين مصيرك والله من أول يوم والتسممون بالبولونيوم بردعي دي المرة المليون عشان نبهي النايمين يصحى يا نايم عدم السماح بعيادتهم اللي بيطلع مرجاعش وذكر القيادات الفلسطينية الغاطسة بقول هو يعني ذكرهم بطريقة وسماهم القيادات هم اللي بيحكيها الفلسطيني الغاطسة في وحل التسوية مشان اللي بيحكي أني الصائغ هو اللي بيحكي بس بيحكي وقائع في وحل التسوية مع الإصرار الصهيوني على عدم عودة الفلسطينيين وقعنا ويكون السلام على حساب لاقتلاع واتفاق الطرفين أنه لو لا الحرب ما كان السلام الله إيش البلاغة إيش الإيجاز إيش الحلاوة لو لا الحرب ما كان السلام بسوا منتصروا في الحروب ثم انتصرتوا انتصوا على دماعكم ستة النزع العسكرية القوة هي جوهر الوجود ومبرره شكلت الصهيوني منذ وقت مبكر فرق حماية ودربتهم ليكونوا نواة جيش المستقبل وشاركوا بالحرب العالمية الأولى الخارط رقم أربعة سبع دولة الإرهاب أن حال مستوطنات خاصة بالجنود وكانت نوال النشاط الإرهابي والتخريبي ضد العرب ثم كان الجدناع الجدناع زي بعضهم بمثابة جسر يعبر منه الصهيون من المدني إلى العسكري يعني الجدناع في الظاهر منظمة مدنية بيطلع منها جاهز عسكري ثم الهقنا والبالماخ والماباي حزب العمل لا لا يا شيخ حزب العمل أصحابنا رفقانا حنحبهم ايه حننحبهم الله يزيدك حزب العمل يا رجل فيه بيريز بيريز عمامة يا حلاوتك حلاوتك انت وبريز صديق العرب هذا والأرغون وشتيرن هذول يقل عن الموجود وهذا كالولد المشاغب الفلتان الخارج على والدي يعني بقولوا هذا شتيرن والهقنا يا أخي هذول يزعران مش قدرين عليهم تقسيم مظائف حمائم صقور بقسمه انا من الحمائم بحبكم بحب العرب وقل دم ايروام تصنفوها من ألعن الشخصيات اذا الانتداب جعل اسرائيل دولة داخل دولة وظالت بريطانيا حب الينا من كل شيء وسقطنا الدولة العثمانية حبا في عيون بريطانيا حلوتك ومن الحب ما سطل وما فتل وما قتل وايزمن ألبس القوة جلباب السياسة يعني قوة لبسها ثوب السياسة أما منافسه فقال جابوتنسكي العنف والإرهاب المكشوف واحد ألبس السياسة جلباب القوة واحد ألبس القوة جلباب السياسة جابوتنسكي لا أعرف سياسة وضعنا قتلوا ذبحهم بس وكان معجبا هذا الجباب التنسكي هذا بهتلر وموسيليني يقولوا هذا حرقون وذبحون هم طبقوا سياسيتهم وألعن مع السياسة مع الفلسطينيين وذكر من زعماء الإرهاب بيغن شامير بيغن المحترم يا رجل تستهى شامير المحترم كمان نتنياهو لا هذا محترم محترم جدا يا راجل من ألعنهم لتنياهو من يتألعن منهم قول دمير مثلهم بيريز لا بيريز لا بيريز بري بري جنتل أخذ جاهز السلام يا رجل يا رجل باراك كلهم مجرمون وذكر قتلهم للكونت برنادوت ومما صنعوا إغراق سفن تحمل مهاجرين يهود شعب عجيب هذا هم اللي أغرقوها آه نعم لتأليب العالم ضد الإنجليز شوف بدأوا القرن يعني أواخر القرن التاسع عشر صداقة مع اليهود أوائل القرن العشرين بعد أربعينيات القرن العشرين بدأت إسرائيل تنقلب بعد ما توطنوا وقعدوا على بريطانيا شي عجيب ليش يبدو بدأت الشيفتينج إلى أمريكا ف بدهم يخلصوا من بريطانيا الخلاصة إرهاب دولة هي دولة إرهاب إرهاب دولة هي دولة إرهاب فصال إرهاب دبل يعني أصلا دولة قام على الإرهاب وتبنت مزيدا من الإرهاب وخلصني وتاريخ إسرائيل تاريخ حروب متواصلة وقال بن جوريون بالدم والحديد والنار ستعود دولة إسرائيل السلام عمل عسكري يعني السلام نفرضه بالبسطار بالقوة مش بالحوار ولا سبعة خلصنا من دولة إرهاب ماذا بقي بعد لو راحت نقطة مش مشكلة بسم الله بناء المجتمع اليهودي في فلسطين استغرق من 111 إلى 125 إقامة الدولة شيء وبناء مجتمع مدني شيء آخر أطال في هذا الفصل موفق جدا كل فصوله طبعا لكنهم يقول أن تقيم دولة سهل أن تقيم مجتمع يحتاج إلى روتس جذور وعادات وتقاليد وانسجام اليهود أشتات وبينهم من من التحارب وال والخلافات المذهبية والدينية والعادات ما يمزقهم فمجتمع لن في المدى المنظور يقول لن يقوم لهم مجتمع دولة أقاموا نجحوا لكن مجتمع فاشل حتى الآن ليس فاهم الفرق يعني 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 أنح المجتمع الأردن مجتمع متناسق شرق غرب ما في مشكلة شمال جنوب ما في مشكلة بدو حضر ما في مشكلة تراثنا واحد مبدأنا واحد والنصارى لهم دينهم ولا نحن ديننا واحترام متبادل ونسب وصهر وجوار واحترام ما في مشكلة فالأردن من الفضل الله متجانس مجتمع هم لا يعني الآن في إسرائيل عاملين جتوات كانهم ما زالوا في أوروبا إذن بناء الدولة بقرار سياسي لكنهم لن ينجحوا في إنشاء مجتمع يهودي صحيح وقال المجتمع الإسرائيلي منقسم على نفسه ولا تزال إسرائيل تحلم بتكوين الإنسان اليهودي الصهيوني الجديد وذكر أن القيتوات لهي الحي اليهودي المغلق شكلت عقلية ونفسية اليهودي هذا كان رقم 9 رقم 10 إسرائيل دولة يهود العالم وذكر الدعم العالمي المالي المتواصل من الغرب عموما ومن يهود العالم وذكر العنصرية سيف له حدان ضربوا بأحدهما وضربوا بالآخر بينهم في عنصرية يهود الشرقي العراقي يشكون وقال شجابنا هنا يحتقرون يذلون يحشي يهود الحبشة ذو المرمطان هلكوهم حبش زبانين يشتغلوه ينقلع أسمر يعني ودينكم بطلنا عن الدين المهم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقال عن القيادة المستسلمة الخلاصة الوصايا العشر أرض إسرائيل وزيادة في حشر هذه المحميات تكون متناترة يعني اش عملوا بالفلسطينيين هاي منطقة فلسطينية حوطوها بال بالمستوطنات فصارت أرض فلسطيني الدولة العباسية جزر معزولة يا أخ عباس وفاهم طبعا سيد الفاهمين عباس هم طوقوكم من كل ناحية تقول لي دولة لا تقول لي دولة ما جلسوا زراء وعندي سلام جمهوري مش جمهوري أميري مش أميري حيرتونا سلام ملكي مش ملكي إذن من أنتم من أنتم قال ولا نعرف أي أن الاستخدار الفلسطيني المزعوم حسب اتفاق أوسل ومات لهم من اتفاقات تطهير عرقي لغالبية الأراضي الفلسطينية ذات النقاء اليهودي وإفراغا من الوجود العربي لقد استولى الصهاينة عمليا على كل فلسطين وانتزوا اعترافا بهذه الملكية من العالم إحنا قلنا لهم مبروك عليكم يا خبيبي هاي وقعنا لكم هاي الطابو اخذوها بس أعطوني كرسي أنا رئيس أنا رئيس أنا رئيس وحط مياشين في ظل أنظمة تهروا للاعتراف بها ومصالحتها وبذلك خفوا العبء لأن العربة استثمروا في إسرائيل تفيدوا أن العربان الحب إسرائيل والحب الاستثمر في إسرائيل الحب من الله يا شيخ تفهم أنت؟ وإننا نص نص يعني ربع عقل الحمد لله تعالى ثم قال إسرائيل تعرف كيف تلتفوا حول الحرب بالدعاء السلام يعني الآن أحنا بدنا السلام ومن بعدوا الحرب حيبلعوكم والأيام بيننا يا فرحانين مش حتين فرحتكم وتلتفوا حول السلم بالتهديد بالحرب يعني إذا إذا طقت ببعنهم اسمعها أنا في دقيقة بنتقل من السلام للحرب عباس إن ما لجمت الناس والله لا أدعسكم من الأساس أخلعكم ورميكم بره فاهم يعني فورا بلتف من الحرب إلى السلام من السلام إلى الحرب بلعبوا فينا في الحالتين تجد في الجسم اليهودي في العالم الدعم الكافي ثم قال يصبح يهودي الخارج أبناء مهاجرين لشعب مقيم وقديما قال هيرزل أنتم أمة ويهوديتكم قومية هذه نظرة سريعة في كتاب الوصايا العشر عندنا موضوعات كثيرة يعني أحضرت ثلث الورق وما تكلمناش ثلث التلث كونوا معنا في الوصايا الثالثة والأخيرة لنمر على بعض القضايا الأخرى حياكم الله ترجمة نانسي قنقر اخواننا اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهدات نحياكم الله مرحبا بكم في الوصايا الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا أقول من عكر على الجنازة هو من قتل صاحبة الجنازة يعني ذاش ذكاء اينشتاين اليهودي لا يعني طب انت جنازة طالعة ضربها العصي لواش نزيبها الناس حش ضرب لواش قال ما هم رفعين علامي السلام وبعدين بيهتفوا يعني حملين يعني جنازة مشو بيهتفوا يعني خليه تكلم لا ممنوع ما شاء الله والله نعم الحليف ونعم من اعترفنا به ما شاء الله ردنا جميل اعتراف بهذا الاقتراف انت شايف ضرب ضرب الغرائب الابل مثل ما قالوا شي عجيب اذا معادلة لا تحتاج الى عبقرية المغيوض من الجنازة منها مغيوض من صاحبة الجنازة تقاريرها ايو ايو مجد يا شيخ اه لا اله الا الله يعني كمان على الكلمة فيه في رقابة ومع ذلك معكم لك يا اخي هذا موقف احيى القضية يا اخي حنظر احنا نتناوش على الالفاظ والكلمات اوليا باسط هو ذاته الخصم الذي ضرب بوحشية حملت الجنازة وضعف الضرب على من حم التابوت من السقوط افتحتاج المسألة بعد هذا الى محققين وتحقيق وشرط بالمرة ان يكونوا من غير عملاء العدو الاخطبوط المتغلغل يعني هنجيب شرطة من دولة هتلقيها عميلة لإسرائيل فضل من فيرونزا من بريطانيا هيشلكوا معا نفس المسلك وحتى بعض الدول العربية ممكن يشلكوا معا نفس المسلك هذا اخطبوط متغلغل متسلل الى كل اسقاع الارض وان لا يكون التحقيق امريكيا لانها متعهد حماية اسرائيل وتغطية كل سوآتها اذا بدنا محقق من امريكا لا من بريطانيا لا من فيرونزا يعني لا هل تعترف اسرائيل بحق الفلسطينيين في الوجود في فلسطين كما اعترفت قيادة المنظمة بهذا الحق للشعب اليهودي المغتصب لفلسطين بحقه في فلسطين هل انا صاحب الارض ممكن اخذ اعتراف من من محتل الارض يا سلطة فلسطينية جاوبونا من انت انا نكرة نكرة في نكرة مقصودة في نكرة غير مقصودة انا نكرة محصودة 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 ومحصودة زي بعضك الجواب معلوم للجميع انه لن تعترف اسرائيل لفلسطينيين بوجود ولا للرئيس مين عبدالفتاح البرهان اي نعم فالى متى التفخيم والتعظيم والتمجيد سين الرمز سين المدرعي القائد التاريخ والقائد الجغرافي والقائد الفيدرالي والقائد السنترالي والله منالف وقد اذاقنا العدو بعد السلام المزعوم اذاقنا كأس العذاب كما لم يحدث قبل السلام ابدا يعني بعد السلام صار وضعنا اسوأ بكثير جدا هدم البيوت زاد مصادرة الاراضي زاد وبعدين لاحظ احنا قسمنا الاراضي فلسطين الف وبا وجيم وحصتكم يا اسرائيل مثلا با اخذوها فورا تمام بعدين قال جيم مي بيننا وبينكم انا بحطيدي عليها ميهي ينولكم ما وقت مبتكم تيجوا عندي اهلا هلا هلا راحت جيم وراحت با والف كل يوم بنهجوا منها نهشة فصارت الف كانت هل قد صارت هل قد يا فرحتنا بهالدولة يا فرحتنا بالاعتراف اخ هذا اقتراف مش اعتراف فما جنينا من السلام الا الصاب والعلقم بلاد فقيرة ومرتبات غزيرة نسمع عن مرتبات كاي بلد العالم العربي اه تبلغ عشرات ألوف القنيهات او الدنانير او الريايل ريالات او الدراهم او ما الله معرف العملات او ما يعادلها من العملات العربية والغربية الخلاصة اقرأ في كتاب ذي الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل لا تقول كبير لك يا اخي كبير غصبا عني وعنك عبقريب فوق الوصف شو اسوي لك تحبه ولا تحبه بلا تشهد بالعبقرية انا ازعب اني قرأت جل او كل ما كتب تحر وانت حر ماليو مالك يعني ان ان تؤمن بكل ما قال شي ان تقرأ وتتنقم ما يفيد القلاصة بيقول مونت جومري اكبر قادة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وهو الذي كسب حرب العالمين مونت جومري بالمناسبة صديق لهيكل دعاه وهيكل لاحتفال في العالمين وعمل له الليلة واتصل بالدولة وحط له خدمات ومواصلات وإكرام فوق الوصف خلاصة وكتب هذا كله في كتاب اذا بقول هذا المونت جومري مرتب التقاعدي ايوة ستمائة واربعين جنيه استرليني حتى لا تقرأ خطأ موله ستمائة واربعين جنيها يعني اقل من الف نيرا اردني مونت جومري اللي كسب حرب العالمين اللي قسمت ظهر بريطانيا اذا فهل انجز اصحاب مرتبات عشرات الولوف لوطنهم ما انجز مونت جومري لبلده انجلترا فلماذا المبالغة وليكن اقترح يعني سقف اعلى المرتبات خمس تالاف ما انت مش فاهم شو قيمة الكفاءات ولا قيمة الخمس تالاف شيخ الخمس تالاف بنسبة لهؤلاء مصروف يعني اسبوع شيخ يا حلاوة طب ايش زينا يا اخي مين انت المواطن درجة ثالثة درجة خمسة في ايش والله من اعرف واينا التضحي طيب مش هل بنحب وطننا وبدنا وطننا يخلص من الديون خفوا عن الوطن طب يا اخي اه وان لم تكن النخبة اليت هي المضحية فمن يضحي ان لم يضحي انا وانت فمن يضحي اني فتحت لموطني شباك جرحي ان لم يضحي انا وانت فمن يضحي في كنت تغنون ولا ولا ايه طب خلونا نضحي مع بعض وناكل زي بعض يعني فلافل حمصه فوفوله وطعمية وشربة عدس لازم كل نوصي على المطاعم اللي انا داري لست اتكلم عن بلد بعينه عشان معجش يعاطس يعني صنعان دو حساسية او خصوصه وانما عن ظاهرتك تشمل العالم العربي طولا وعرضا الواقعيون العرب ما لهم اقول اهم واقعيون عرب ام واقعون عرب هل الواقعية وجه واحد وتصور واحد وتشخيص واحد والاستسلام انا واقعي انا استسلم لاني واقعي انت واقع مش واقعي امام هجمة وهمجية اسرائيل ام هناك صورة اخرى للواقعية هي المقاومة المقاومة واقعية والاستسلام هو اللي مش واقعي لا تقول استسلام شو سميه هذا اسمه سلام شيخ او ياس ام سوري سير انا اسف مكنتش فاهم دلوقتي فهمت لماذا لم تتبع اسرائيل الناشئة ها يعني وقت ان كانت ناشئة كانت مجرد عصابات لماذا لم تتبع واقعيتكم الاستسلامية واختارت واقعية المبادرة وهي تهجم واحنا يدوب ندفع يدوب يدوب والهجوم المبادرة والهجوم واحتمال تحقيق اختراق للجبهات العربية مرارا يدخلوا كيلومترات ويرجعوا يقتلوا يعني كنت في قرية ترنتيش وقلناها دخلوا على ثمانية جنود نايمين كلهم طلق يقولوا احد فهمه طلقا طلقا وجه المالك عبدالله الاولاني عزة وانا طفل اربع سنين رأيتهم بينه وبينه مثل الكاميرا ابد حشرت نفسي بين الريايل اشوف اللفة وجبه والله كانوا اليوم مخزون في الذاكرة ومعاي بيضة مسلوقة بتغدى عليها قاعد كنت بالشارع الشارع طفل اربع سنين عندك يبعد على الطاولة احنا كان لبرد كتر جلينا يا اخي العرب حفاتا على الثلج نمشي اخ اول يا باسط اول يا باسط فلماذا لا تسلكون واقعية مثل واقعية العدو واخترتم واقعية انبطاحية استسلامية والرضى بالدون والهون والهوان والخضوع لقوى المستبد والمستعبر والمستعمر علمنا ديننا التحدي حتى ان كان عدونا اكثر منا فنحن اكثر منه بشجاعتنا واقدامنا وقدرتنا على التضحية وتحمل الالام والاعباء واثق بالله انه ناصرنا ولو طبقنا واقعية العرب الحالية في معركة الكرامة ما رأينا النصر يعني الكرامة هل في توازن لأها لأها منتهى البساطة طيرانهم بحو في الجو مغدرش نطع طيران منتصرنا رحمك الله يا مشهور الجازي مشهور حديث الجازي صديقنا والله ونتشرف اولاده من طلاب واصدقائنا والله واسعد بهم عائلة كريمة ان نحبهم ويحبوننا والله اخوانا وحبيبنا مشهور فوق الرأس ايو الله نضرب لهالاسم الكريم سلام والله رفع رأسي الأردن اخذنا نفس كنا مخنوقين الله يجي خير يا مشهور حديث الجازي كل آي للجازي اكراما لمشهور حديث الجازي تقايت بأولاده في بيروت مرات ابراهيم وغير الخلاصة ما الذي ينقص العرب اليوم هل هو المال دلونه لك يا أخي هل هو السلاع هل هو الجيوش هل هو الوقت اوه وجدتها يا شيخ الوقت بس قلنا له يا أخي العرب مر عليكم ميت سنة من وعد فلفور بلفور يا شيخ بلفور بلف بدون ثور المهم ميت سنة مش كافي ولا أظن كافي والله يعني بتكون كمان ميت سنة يعني حتى تصير الوقت كافي هل هو الدعم اللوجستي وش هذا هل هو الظرف السياسي الملائم هل كل هذا لا ينقص العرب ولا هو ينقصهم والله ما نعرفين أم تنقصهم الإرادة ها إذا الشعب يوما أرادة وإذا الأنظمة ما لها أرادت أو ما أرادت الله ما نعرف وكل النظام ما أراد إبعيه العمل مكانك راوع يعني إذا الشعوب أرادت والأنظمة ما أرادت مكانك راوع وحلها يا حلان بنحلش الربك بحل إن شاء الله بنت بخوصة نتخذ الإجراءات اللازمة في القدس شوف إخواني إحنا فاوضنا العرب وطلعنا بدولة رغم أنف العدو هلا هلا والله أنك بطل ما شاء الله عنك عمو كل العرب يتكلم عن عبارات لاتفاقيات الفضفاضة المطاطة ولما قالوا أني السحاب من occupied territories دون ذ يعني قال للتعريف الأراضي المحتلة نو قال أني السحاب من أراضي محتلة أراضي إن شاء الله شبر في شبر هل أنسحبت شوف كيف بلعبوا في مفاوضنا طبعا يبقع ويضعك طبعا صاحي مشتكرا لا من المهم بدنا نمشي وقع وقع هما بيلعبوا فينا لعب بنوقع مش دارين شو طبخا بعدين فيمنا أنه بدون قال للتعريف occupied territories مش the occupied territories oh fine أكل نهوها طب ما تنتبه يا أخي قال والله ما انتبهت من هذا والله ما نعرف كل عرباك يعني من هذا كل عرباك كلها نفس الشي دون اهتمام بأي اعتبارات خارجية يفهمها واضحة يا شيخ واضحة يعني مش عاوزة شرح بدنا نتخذ احنا لإجراءات في القدس ولا نعتبر أحد ولا اهتمام بأحد ولا صداقة لأحد أمام صالحنا مش شايفين أحد تفضل ردوا عليه يا أخي إذن إخواني هذا عدو كل اللي اتفاقيت بحطه تحت رجلهم وبلعب بالنص احنا مش منتبهين احنا بسلامة النوايا قال بنواقع احنا نضحك إن شاء الله افتفائلوا خير تجدوه خيرا ما ماشا الله اه مش قلتوا انتو التشاقم التشاقم اه التشاقم بالمدني مش مطلوب آآ طيب فإحنا وقعنا وإحنا متفائلين متفائلين طيب يا سيدي وبعدين انتصينا على رأسنا ملعبوا فينا حجي في فن الدهاء واللعب بالكلمات قلت لك يا أخي كانوا يجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا يا محمد راعنا يقصدون يا أرعن عاش لمقامه وسجلها القرآن الكريم ولعنهم ولعنهم راعنا وقد للمؤمن لا تقولوا راعنا تقلدوش المجرمين في لغتهم وقولوا انظرنا في الكلمة ده بالفيس بيستعملهم دايما سادة التلاعب بالكلمات وحنا سادة الهبل التفائل اعتفائلوا بالخير لا تجدوا خلاصة لكن مع هؤلاء ما في خير عجي اي تحكي لمن يا أخي انت بحكي لها هذه رسالة العرب جميعا أنكم لا تهمونني يا كل العرب أنا مو شايفكن من سوريا إلى جيبوتي مو شايفكن بيطلع لك بيطلع لك فماذا تردون على بنت وهو يتطاول عليكم وعلى أقدس مقدساتكم بعد الحرمين يا أمة العرب شا تقولوله نقول له بدنا لزمك حدك ولك يا ولد لن يتكلم عربي ريح راسك لن يتكلم أنا عريبيا ولا واحد كله حيسكت كله كله حيسكت كله وناكلها ونسكت حالا كمان أخ عارف شو يعني قهر ناي والله ومشروطك الرئة من القهر والله ماذا أنتم فاعلون أو لا تعلمون أن الصمت يغري المجرمين بمزيد من التطاول هل سدت كل السبل والطرق والمسالك والدروب سكرت يا رب عفوك أوكرانيا والغرب وفلسطين والعرب واش هذا بسم الله توحدت أوروبا بالغرب كله بكل مكوناته على دعم أوكرانيا وإمدادها بالاحتياجات العسكرية بالمليارات بكت عليها اه هاي أسلحة صواريخ مطورة ستينجر هاي مسيرات وهي قذائف لحرق الدبابات وهي قطربيدات للسفن في البحر وهي صوروخ ذكي ذكي المهم ذكي مبارك المهم وهي 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 عشر مليار كاش ماني لحل الأزمة الإنسانية والمجتمعية عشر مليار كاش ماني وألمانيا سلاحة بآلاف الصواريخ وكل كل كل عن بيدعم أمريكا ممكن صارت دافعة حتى لأن أمريكا وحدها أعتقد سبعين مليار أعتقد وحدها سوى ألمانيا وفرنسا وما تعدش كل بيدعم والعرب ولا عربي بيدعم فلسطين قال ما هو غزة أصولين حل من حب الأصولين يا أخي إن شاء الله ما حبيت غزة واقفة سدا في وجه المجرمين الوحيدة فيكم اللي واقفة لكن دعموها لو مصر غضت الطرف لا أنا مؤتمن يا أخ حلوتك مؤتمن علي مؤتمن على حراسة إسرائيل ألهي ألهي وما تخافش ما تخافش تخاف من مين أنا لا أخاف من أحد الله الله إذن أوكرانيا والغرب وفلسطين والعرب ذولة عرب قومية واحدة ودين واحد وما غسلوا ديهم ونشفوا بالبشكير وقعوا يتفرجوا على الفيلم مين بغلب ترى بالاك اليهود ولا ولا هلغزة يا غزة بلا والله لا يهزوها هزة تروح ما منها قومة ولا منها فزة غزة فرحان عني يا شي قال نخلص من وجع الراس يا شيخ وجع الراس أقضي وجع الأدراس يا سيدي الراس الأدراس أرقى ما أنتج الغرب يمدونه لأوكرانيا الموقف السياسي في الأهل الدولية وقفين سد على أوكرانيا ووقفين شوكة بحلق وعيون بوتين وروسيا والعقوبات على روسيا جعل اقتصاد روسيا في الحضيض طب عاقبوا إسرائيل قالي لأ 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 أنت مش فاهم شي أنت بدك فتخبز لما تفهم بالسياسة يا شيخ أنا والله أزعمني من بطلهم وأنا عندي سياسة ويمكن تربعوني حديب كله سياسة حديب وكالة لأنه عارف مصيبتنا سياسة وأمدوها برقى منتج تكنولوجيا عندهم من أكثر الصواريخ تقدما وتطورا أربع هيئات وأربع لجان لتنظيم عمل الأزهر أو قل مش تنظيم تحجيم هذا العمل وإفراغه من وجوده وأحمد الطيب والله التقينا مرات يشهد الله يعني أنا أحمد يا أستاذ أحمد الطيب بأفريقيا دوركم كيت يعني أنا أقول لك رأيي مع محبتي واحترامي محترم الرجل سوربوني من أرقى الجامعات في العالم يعني هذول خرجين السوربون دراز مثلا أحمد الطيب على خطة دراز عقلية فدة بكرهوه طبعا لأنه لأنه ذكي جدا وبفهم مثقف بتكلم وجريء بلزم ليش عجيب شيخ من 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 اللي انت عارفهم رأصني يا جدا إذا التنظيم عمل أقوله تحجيم ياخي فهمونا وهل يتكلم أحدا نتدخل في عمل الكنيسة الخرطية قال لش عمل الكنيسة absolutely not untouchables انتو اللي touchables بدعس على أدخن ماشي يا سيدي هذا الكلام توقعنا من زمن وقلته الناطق الصحيوني بيقول كلام السنوار أشد فتكا من الصواريخ الحمد لله اللي جعل كلمة خمسين كيلو السنوار تحملوا بيدك هذا ملعب إسرائيل وهو اللي بيقول كلام السنوار أشد فتكا من الصواريخ لماذا لا يحسب الصهاينة حسابا إلا لغزة والسنوار اللي ويش ليش لأنهم إذا قالوا فعلوا وإذا خطبوا العرب وجعجعوا ما فعلوا باراك متخوف من زوال إسرائيل قد تصيبنا لعنة العقد الثامن يدعوت أحرنوت الجريدة من أشهر جرائدهم باراك يونو باراك يس زوال إسرائيل زوال إسرائيل كنا لما نقول زوال إسرائيل شيء زوال إسرائيل اهم اللي بقولوا ستزول قطعا في جيرنا والأيام بيننا خليكم أنتم على إسرائيل يا عم إسرائيل وراها أمريكا وإحنا ورانا الله ومعانا الله أمامنا الله فوقنا الله مددنا الله الذي لا يغلب سبحانه واعتقدوا أنتم ما شئتم إلى الذين كانوا يستبعدون مقالات بعض الإسلاميين عن زوال إسرائيل الآن بدأ الصهين أنفسهم يتكلمون عن هذا ويقولون انتهاء صلاحية هذه الدولة وصل بات على الأعتاب وأصبح قاب قوسين عباراتهم إكزاكتلي سياسة هدم منازل الفلسطينيين بأي قانون شيطان استعماري حاقد لئيم يتم هدم منازل الفلسطينيين يقولك يا أخي لا إله إلا الله مرة تم دعوة أن أحد أفراد الأسر قام بفعل مقاوم لمستعمر بلاده وهذا حق كل شعوب الأرض وفرنسا مارست هذا الحق ضد ألمانيا وبريطانيا مارست ضد ألمانيا وغيرها كثير وكان ذلك حقا لهم ما نحن مناش حق نحن ملطشا هدم منزل آل الرجبي ثمان شقق يعني على الأقل خمسين نفر شردوهم في العراء والذين نرجو من الأنظمة العربية لتصدر بيان تأييد لإسرائيل بس يعني إحنا تدوموا إسرائيل مش وارد بس ما تطلبوش بيان نؤيدكم في هدمكم هدمكم بصليح اللغة العربية على الأقل آخ وأن ما فعلته كان ضمن مكافحة الإرآب الذي يحاربه الأعراب وزارة الخارجية العباسية أصدرت بيانا استنكرت فيه ما جرى وكفى الله السلطة وزعيمها إصدار بيان وزير الخارجية قال له الخليفة العباسي طلع بيانيا لها وهذا المسكين سيصدر بيانا فوق الهدم ضرب ومطاردات وشتم وقلة أدب فأين العرب في الكهف ما زالوا نياما أما أنا لأهل الكهف أن يستيقظوا لعلهم بعد انتهاء مئة سنة يستيقظون ذكرى معركة سيف القدس سنة على هذه الذكرى وقد اعترف العدو بهزيمته فيها مثل ما قلنا خسرنا شيرين وربحت قضية فلسطين مظاهرة ضخمة في لندن تأييدا لفلسطين وسخطا على إسرائيل ووقفة في باريس إنزال العلم الفلسطيني في جنازة شيرين فأين الدولة العباسية وينك عم عباس وينك الاستراتيجية العربية واليهودية هذا الكلام وغيره كثير بنأجله للحلقات الجاية إن شاء الله أعزاء أنا إخوانا أهلنا المرابطين ثبتكم الله قواكم الله شحنوا صدوركم بالعزيمة واليقين والإيمان كلنا في دائل الأقصى سينصرنا الله إن شاء الله إن رأى فينا الصدق والتوجه والتوكل ينصرنا إن شاء الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلي ملتقى بكم دائما أهلنا أحباءنا شعبنا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة